ريمبو سيكس إكستراكشن لعبة شوتر تعاونية من مذور الشخص الأول وفي هذا الفيديو بعطيكم نبذة عن القصة وأسلوب اللعب وأذكر رأيي عنها في نهاية الفيديو وإستراكشن تعتبر التطور لطور آوتو بريك ويوبسوفت عملت لعبة مستقلة وطبعا هذه اللعبة ما بتواجه فيها ناس أونلاين إنما بتلعب وحدك أو مع أصحابك أونلاين وتختموها معاكم أدهم من جيمتيك وخلونا نبدأ قصة اللعبة الدور حول تفشي طفيلي كايميرا بعد سقوط نيزك في نيو مكسيكو وانتشر بعد كذا هذا الطفيلي في الولايات المتحدة ومنظمة ري أكت المكونة من جنود وعلماء بيحاولون يوقفوا انتشار الطفيلي ويحاولون يكشفون نقطة ضعفة ويفهمونها علشان يقدروا يخضون عليه ولازم تتوحد جهودهم بحيث أن الجنود تنزل وتجيب عينات والعلماء والباحثين يحاولون يلقون نقطة ضعف في هذا الطفيلي ويوقفوه وبتلعب في أربع ولايات مختلفة بالترتيب ابتداء من نيويورك إلى سان فرسيسكو وألاسكا وكل ولاية فيها ثلاث مناطق خطر يعني 12 خريطة مختلفة بتدخل أنتو فريقك وبتزمع العينات والخزعات من الوحوش القصة جدا عادية وما تقدم شي جديد بكل بساطة طفيلي وتبي توقفها ومع تقدمك في القصة كل شوي بتعرف حقائق عند طفيلي أكثر نجي عند اسلوب اللعب بتقدر تلعب المهمات كلها لوحدك أو مع اثنين من أصحابك يعني الفرقة بتكون مكونة من ثلاث أشخاص والحلو أن اللعبة تدعم اللعب المشترك بين المنصات يعني إذا عندك بلاي سيشن فور أو فايف تقدر تلعب مع الاكس بوكس أو البي سي واللعبة فيها صعوبات وقبل تبدأ المهمة يعطيك كل صعوبة ومستوى الجنود المناسب لها علشان لما تدخل تكون جاهز وتختار الجندي المناسب للمهمة بالنسبة للأسلوب بيكون اللعب اشتباك مباشر مع الآداء واطلاق النار أو التخفي والقتل الصامت وكل موقف يحتاج تتصرف فيه بوضع مختلف وكل شيء يعتمد لما تدخل أنت واللي معاك على التكتيل مثل أن واحد يحميك والثاني يدمر عشاشة لتسحب الجندي اللي عالق قدامك وأنت تحاول تسحب الجندي من العش وتنقذه وفي كل مهمة بتاخذ ثلاث نقاط تسويها مثل أنك تمسك عدو نادر أو تحرر كل مناطق الخريطة اللي أنت فيها أو تنقذ أحد العملاء المفقودين وكل ما تخلص واحدة من النقاط بيقولك تبي تكمل المهمة أو تطلع وطبعا لما تكمل بكذا أنت تعمق في عش الوحوش ويصير التحدي أصعب لكن بتاخذ مكافآت ونقاط خبرة أكثر وكل شيء تسويه حرفيا عليه نقاط خبرة وبعد ما تخلص من المهمة العميل أو الجندي اللي تستخدمه بيرتفع الليفل حقه وكل ما ارتفع الليفل يصير أقوى ينفتح لمهارات تساعدك في المهمات وبعد يرتفع الإنجاز حقك بشكل عام وكل ما ارتفع الإنجاز ينفتح لك مناطق في القصة ومهمات أكثر مثل الهورت وينفتح لك بعض جنود أقوى وتصير عندك دراسات كثيرة وفهمت الطفيل أكثر بالتالي بتنفتح لك تقنيات أكثر وأقوى بتساعدك في مهماتك والحلو أن هذا الجزء كل شيء فيه واضح وبسيط وما فيه أشياء كثيرة تشتتك الجند اللي يموت ما عد تقدر تلعب فيه إلا أن ترجع وتنقذه من نفس الخريطة اللي مات فيها وإذا فشلت في إنقاذه بيرجع عادي إلى قائمة العملاء لكن بينزل الليفل حقها شوي بالنسبة للرسومات فكانت مناسبة لأسلوب اللعبة ومستواها جيد مع فيزيائية بعد جيدة إلى حد ما مثل لما تطلق على جدران تلاقيها تتحطم والوحوش يكسرونها بعد ويطلعوا لك منها واللعبة كانت تشتغل على الجيل الجديد بدقة 4K مع 60 إطار في الثانية واللي أعجبني بصراحة في المشاهد السينمائية أن أشكال الشخصيات كان متقم بشكل حلو بالنسبة للسلبيات البحوش أغبياء جدا يعني تكون داخل عليهم وتطلق وتكتلهم وبعدين ترف ظهرك وتركض خلاص تضيعهم ولا عاد يلحقونك ولا كأنك سويت لهم شيء ثاني شيء خرائط صغيرة وتخلص بسرعة ثالث سلبية أن اللعبة ما تقدر تلعبها لحالك أبدا ولا أنصح فيها أنك تلعبها لحالك وبتكون مملة عليك أما إذا مع أصحابك بتكون ممتعة جدا الخلاصة ريمبو سيكس إستراكشن ما قدمت ذاك الشيء قوي من ناحية القصة لكن قدمت أسلوب لعب حلو متوازن مع رسومات مقبولة وتنوع في العملاء والأسلحة والتقنيات ولعبة جدا مسلية أذا تلعبها مع أصحابك وطبعا ما أنصح تلعبها لوحدك أبدا واللعبة الآن متوفرة على البلايسيشن فور وفايف والإكس بوكس والبيس اشتركوا في القناة